مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نقطة نظام اليوم نستضيف شخصية مغربية متيرة للجدل شخصية لكل خارجات ديالها كتنوض الصداع والغبرة السبب الرئيسي في الحملات التي تشنت ضده يمكن نخصها في حاجة وحدة الاختلاف اختلاف في الرأي اختلاف في طريقة التعبير او اختلاف في القناة احنا في الإكسبرس نقدره نختلفه ونقدره نتفقه مع ضيف ديالنا ولكن نشهد له بشيء واحد لم يحسب له غير الرقي في ردود فعله على هذه الهجمات اليوم نستضيف الأستاذ أحمد عصير مرحبا بك على تلبية الدواء برنامج نقطة نظام هو الوقوف عند تلك نقطة نظام اما قاعدة خرقت او موضوع حريف او حقيقة تزور كنوقفه عندها وكنستضفه اشخاص بحالك باش ننوره المتتبعين نقطة نظام الأولى هي اكثر الهجمات التي طالتك في هذه الفترة الأخيرة هي تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية انت قلت انك ماسوهيوني ما مطبع ومع ذلك استمرت الهجمات اذا كيف اجد القضية دي الماسوهيوني ما مطبع وعليش في نظرك الهجمات استمرت رغم قبل ما نجاوب على هذا السؤال كنبغي نشير اولا الى ان الموضوع دي الاختلاف مهم جدا لانه هو محرك التاريخ عمر التاريخ دي الشعوب والبلدان ما كيمشي بالاتفاق والاجماع ان الناس كلهم متفقين بحال واحد البركة دي الماء ااسينة كيتخلقوا فيها واحد لعدد دي الم practise لا خاص دائما تكون الحركة والمغس يكون يجري الاختلاف هو الي يحرك لانه يجعل الناس يعودوا التفكير في البديهيات يجعل الناس يفكروا في الواقع ديالهم ويفكروا في النظرة ديالهم للاخارين ونظرة ديالهم للحياة وهذا ها يجدد يجدد روح ونفسYlan awakened Cornell لحياة هذا كله مهم في القضية الفلسطينية بحل جميع القضية السياسية والإنسانية كان اختلاف ولكن الاختلاف مش في الجوهر اللي ممكن الناس يتخصموا عليه اختلاف في بعض الجزئيات لكن علش استمر الهجوم استمر يعني السلوك اللي هو غير أخلاقي من طرف الناس اللي كي مارسوه هو أنهم خصوهم كبش فيداء وإحنا كنخدمو ديما بهذا الطريقة السيئة في البلد ديالنا كيوقع شي مشكلة خصنا نقدمو شي حد كبش فيداء دي لذلك الشي اللي وقع كما لو أنه هو المسؤول كتوقع هذه ما خصنا كبش فيداء كتوقع نكسة خصنا كبش فيداء كيصدمن الواقع بأمور ما كناش كان ننتظرها خصنا شي حد اللي نقدموه كبش فيداء ولهذا الموقف ديلي كان واضح القضية الفلسطينية لا نقاش فيها هي قضية ديالشعب اللي يستحق الحرية وطبقا للشرعية الدولية يقصد تكون عنده دولة مستقلة وإحنا معاهد الاستقلال وضد الاحتلال طبيعة العال لكن ما حدث يوم سبعة أكتوبر بالنسبة لي أنا وهذا رأي ما كان شي مقاومة كيف حنا كانت تصوره المقاومة اللي هي صراع وحرب ضد المحتل ضد الجيش ديالو ضد الأمن ديالو ضد رموز ديالو كان عبارة على مدبحة لشباب في حفل ديالو موسيقى هذا شيء ما كانش شيء واحد في العالم اللي عنده عقله وعنده الحس سليم بالبونسانس وغاد يقول أن هذا عمل مزيان أو عمل مقاومة فقط والانتقادات ديالي لا الحامس ولا السلطة الفلسطينية كانت دائما إذن إحنا مع القضية الفلسطينية ولكن مع نقض الأخطاء لا ديالسلطة الفلسطينية ولا ديالحركة فتح لا ديالجهد الإسلامي ولا ديالحامس المشكلة أنه كان واحد طيار اللي ما كانه ممن القضية الفلسطينية إلا حامس وهو الطيار الإخواني اللي عنده إديولوجيا أجنبية على المغرب وبغي يسوقها في البلد هذا الطيار هذا ما كيبغيش اللي ينتقد حماس والطرف اللي ما كيقبل شيء النقد هذا الطرف ضعيف لأن حماس مش مقدسة طبعا كينا المقاومة ما زال قعمت تولدون زعموا القيادة هذا حماس ما زال قعمت تولدون وكينا المقاومة إلا حماس غيرت استمر في مقاومة هذا شيء إيجابي مزيان ولكن كيف انتقدنا الآخرين غيرت انتقدوا حماس أيضا إذن هذا هو سبب الخلاف وطبعا تلاحظ هذا المعسكر هذا اللي كيرفض الاختلاف هو معسكر فاشيستي في التفكير بياله علاش لأنه تولد من زوج دي الإيديولوجيات إيديولوجيا القومية العربية اللي خلقت الأنظمة العسكرية حزب البعث العربي اشتراكي في العراق في سوريا القدافي عبدالله صالح في اليامان يعني الكوارث هاد الإيديولوجيا احتكرت القضية الفلسطيني وحد المدة وردتها خطاب فاشيستي إما تكون معايا في كل شيء وتبدأ تعاود الكلام ديالي كيف كان قوله أنا وإما قد نهجم عليك وانردك صهيوني وانردك كده وإحنا ما كان عاودوش الكلام ديال حد إحنا كنفكره بعقولنا كنقوله ما وقفنا كيف إحنا مقتنعين بها والأمور اللي كتنقش رخصة تنقش واللي عنده الحجة يتفضل ساحة ديال الحوار أمام الشعب المغربي وأمام بلدان شمال فريقيا وشق الأوسط هو الحوار مفتوح اللي ما عنده حجة وكيستعمل العنف كيزد يضعف يضعف رسول وراه مصلو لواحد المستوى ما أكملش لك كينا الإيديولوجيا القومية العربية وكينا إيديولوجيا الإسلام السياسي بطبيعة الحال اللي جات من بعد القومية العربية واحتكرت القضية الفلسطينية وبغلت تجدد بها عود الشرعية ديالها ده بعملنا واحد الحزب طحف الانتخابات وتدهورت لحالة دياله كيعملت جمعات ديالفلسطين هو كيعتقد أنه غد يرد الشرعية السياسية بفلسطين فلسطين ما كتعطيش الشرعية السياسية لتشي حد فلسطين خاص ندفع عليها مش نستعملوها كورقة من عجل مصالحنا الخاصة ومش غير هذه الحزبة باش نكون واضحين أي طيار طيار تصير لإستعملات الخضية الفلسطينية لأن غير هذا قاعة عمومية ودر تجمع وجاب لنا واحد من الناس ديال الإخوان كيعطينا دروس في أمور ثيادية هذا الشيء ما يمكنش نقبله نعم للقضية الفلسطينية ولكن لا للتلعوبات من هذا النوع وللتذكير طبعا لموقف ديال المغرب كان مشرف جدا في المسألة ودهما كان يدفعه في طريق أو في خطة حل الدولات ننتقل لنقطة نظام الثانية في تصريح الله قال الناخب الوطني وليد الرجراجي نحن مغربة ولا نمثل العرب أنا تصريح فكرني بطريقتك في التواصل لهذه شو ما تعني لك هذا التصريح بالضبط وكيف شمكلك تقرأه هو بديهية واقعية اللي هي يعني المنطق ديال الأشياء وهو أن الفريق الوطني المغربي يمثل المغرب ولهذا كيقول الناشيد الوطني قبل ما يبدأ المباراة كي يرفعو الناس لعالم الوطني ديال المغرب هذه كلها رموز ديال الدولة المغربية من لك يجي شي حد كيقول لك الممثل واحد للعرب الآن هو المغرب هذا هو ولي كي يرجع ماشي الرجراجي كي يرد الناس للصوان نغتلوا بفرصة سمحني يا أستاذ عاصد ونهنقوا لأنه اليوم تمات جديد العقد دياله مع الجامعة وبهذا المناسبة هادي كنعبر على يعني التهانئ ديالي الواليد الرجراجي ولكن في نفس الوقت الستنكار ديالي الشديد لهذاك المغاربة الغوغائيين اللي كيتهجموا على الرجل فقط لأنه خسر خسر مباراة هادو الناس ما كيعرفوش الخير باش نقولها بوضح وليد الرجراجي وصل فارق الوطني المغربي الفين عمروا ما وصل شي فارق لا إفريقي ولا أسياوي وهو من في النهاية وجعلوا يعني فارق كيحتل الرسبة الرابعة عالميا ويحققنا معاه أشياء رائعة جدا الانتصار على بلجيكا انتصار على بورتغان انتصار على إسبانيا تعادل مع كرواتيا أشياء رائعة جدا ولكن في النهاية لأن الفارق عنده لاعبين مع طوبين لأن الفارق كي لعب فيه ظروف من ناحية المناخية صعبة جدا وقاهرة ما نجح شي خسنا نقلبه الطاولة هاد نزعة هاد نزعة كبش فيداء كبش فيداء أنا قلت لك دائما مغاربة يقلبوا عليه كبش فيداء خسش حد يقدموه ككبش فيداء ما خسنا نشي نخدمه بهذه الطريقة وخسنا نعرفه بأن وليد القريقي ما زال عنده ما يعطي وما زال منتظر من الفارق الوطني لأنه غير يعطي الكثير والقادم وأفضل طبعا ولهذا الكلام دياله على تمثيل المغرب هذا شيء أساسي احنا أولا كنمتلوب لدنا المغرب ثانيا كنخض منافسات إفريقيا لأننا حطينا رجلينا فوق واحد القارة اسمتها إفريقيا شاء من شاء وأبا من أبا نحن أفارقة وهذا الانتماء هملوها المغربة مدة عقود وخلصوا التامن هذه هي القصة وهذا هو الخطاب اللي بغينا اليوم بزاف جال الناس ما تيرجعوش لدي مسألة لدي 40 أو 50 سنة تغير دخل واحد التيار لغير القناعات هذا الخطاب اليوم أستاذ عصيد ما كرهتكش تشرح لنا شوية شنه هي الظروف التاريخية وكيفاش يدخل وكيفاش قلب لنا بزاف جال الحويش لمجتمعيا لدينيا أيضا شوف في واحد الافتراء بسبب القضية الوطنية في الصحراء نسحبنا من منظمة الواحدة الافريقية وكان هذا خطأ كبير لأن النتيجة دياله هو أن الأنصار ديال يعني الناس المناوئون ديال الواحدة الترابية تزادوا في مقابل أننا نبقنا على هامش الوضع في افريقيا بينما افريقيا هي طروات هائلة هي طاقات بشرية هائلة وماضي المغرب ومستقبله في افريقيا المغرب في الأيام الأمبراطوريات العظمة ما كانتش عنده صحراء حاجز بين شمال افريقيا وبين الافخيكشو سعرية العكس كانت صحراء قنطرة وجعلها المغرب قنطرة يقطع منها نحو مالي نيجر سينغال حتى حدود مملكة غانا في هذه الفترة كان تأثير ديال المغرب تأثير عظيم وتعتر كذلك وهنا دخلات افريقيا في التقافات وفي الشخصية ديالنا ثم جاء واحد الوقت بسبب الايديولوجيات العابرة للقارات جاءت القومية العربية من الشرق جاء الإسلام السياسي جاءت يعني الاستعمار الفرنسي خلالي نحته ووحد الشعور بانا كان قطب احنا تابعين اللي هو القطب الاوروبي او الباريز او يعني نموذج ديال الدولة الوطنية الفرنسي فبعنا واللي نبينجوش ديال الاقطاب قطب اوروبي فرنسا والمشريق ونسينا افريقيا ونسينا المؤهلات الجغرافية والتاريخية والتقافية اللي عندنا باش نلعبوا دور اكبر مشرف البلدنا في حوض البحر الابيض المتوسط ولهذا بان هاد اليقظة الافريقية ديال المغرب مهمة اراكم شفتوا الجوالات ديال مالك محمد السادس المعمق الافريقي كتشوفوا الان البنوك المغربية كيفاش عندها حضور في الاستثمارات وفي المشاريع الكبيرة في افريقيا كتشوفوا ايضا بانه كين طموح عند المغرب باش يلعبوا واحد دور كبير اقليميا هاد الدور ممكنش له يلعبوا الى المغربة ما عندهم اشتقة في ذاتهم وما عندهم اشتقة في لعب قرية ديالهم وإلى ما عندهمش هذه النظرة الشمولية اللي كتربط السياسي الاقتصادي الاجتماعي التقافي والبيئي وهنا بغيت نشير واحد المسألة يعني اساسية جدا ما يمكنش لنا نلعبوا هذا الدور تاريخيا الى النص ديال المجتمع اللي هو المرأة المغربية على الهامش ولهذا كنتمنى اننا اصلاح مدونة الاسرة اللي احنا فيه الان نحن جييني نحن جييني لاننا كنحتلوا الرطبة 136 في معاملة النساء وهذا شيء غير مقبول اللي بغيت نقول هو ان الدمقرات الداخلية خاصو يكمل خاصو يوصل لغاية دياله علش لانه اللي غير يعطينا الدفع في الاقتصاد وغير يعطينا الدفع في الكورة في الكورة وليهذا سمعت بعض الناس كيتكلموا على الرقراجي بشكل غير لائق وكيقولوا كيتكلموا على الكورة بحال لشي حاجة ما عنداش اهمية لا الكورة مجال هي الاسبو هي الرياضة وعندنا الاقتصاد عندنا السياسة عندنا التعليم عندنا الطب عندنا المستشفيات عندنا هاد المجالات كلها مترابطة ممكنش لي ينزلوا واحد المجال ونقول هذا ما كيسو هذا فقط لا غير قابلة لتجزئ بحال حقوق الإنسان غير قابلة في الدستور المغربي غير قابلة تجزئ في نقطة نظام الثالثة سوف نذكرك بالحركات التنويرية اللي كنا التقينا فيها مغرب جمعيات مغرب الأنوار مغرب المغرب المياه كانت الحركات التنويرية في المغرب كينا كانت حركات مستقلة من مبادرات الفاعلين المدني كانت أيضا حركات التنويرية مولاة هالدولة وعطات الرجال دينا لكي يكون اليوم في هذا البروستوس دي المدونة الأسرة تمرين حقيقي باش نعرفو اش كانت شي نتيجة لهذا حركات التنويرية ولا لا احنا نشوفو الاقتراحات دي الأحزاب ودي الجمعيات هن تظن بأننا بهذا الحركات التنويرية وصلنا لشي حاجة ولا باقي عندنا يعني دك نقطة التقاء بين تيار المحافظ والتيار الحادثي مستحيلة علما أنهم كلهم كينين نعم طبيعة الحال قصنا أولا نعرف واحدة المسألة الأساسية وهي أن اللي خلق لنا هذا الوضع هذا هو واحدة الخاصية سلبية عندنا في الدولة المغربية وهي الازدواجية في المرحلة للإستعمار تم إرساء مؤسسات الدولة الحديثة لتناصيوم موديل الدولة المركزية ولكن هذه المؤسسات تعملوا بجانب المؤسسات التقليدية ديال سكونا بليل المخزن تقليدي والتي عندنا دولة بوجهين عوض منصف وهذه الازدواجية ويقول عندنا وجه واحد واضح غضي نحو المستقبل بقينا كل اللعبو على هذ الازدواجية خرجوا هذي وليعبو على هذ الحدي فينا ما عملنا مزقنا المجتمع خلقنا فيه جوج ديال الطيارات لوجه الحاد داتي ديال الدولة عنده واحد طيار دير ديال في المجتمع مع الوجه التقليداني في الدولة عنده هذ الطيار تقليداني في الدولة كيحرك هذا الدراع الاخر كيحرك هذا الدراع وهذا الشي كله في النهاية كيضيع لنا الوقت وكيخلق هذر الزمن شنو المغريب بغى بالضبط واش المغريب بغى يعود تجارب سابقة ولا بغى يمشي نحو نموذج جديد اللي هو يلعب فيه دور ويصبح رائد صار اختاره طيار المحافظ بغى يعود ينتج ذاك الشي اللي كان وكيتأسف ان الشارع ما نطبقاش وكيتأسف ان ما كان قطعوش ليدين ديال الناس وما كان نرجموش بالعجار الى غير ذلك بمعنى كين واحد العقلية موكوصية هذو ناس بغين يعاود ذاك الشي اللي كان بغين يردو عود المرأ للدهر علاش لانها متفوقة دراسيا بسبعة وستين في المية وما عاد بغين يردو للدار غير ممكن اذا هذو الناس ماشي وقاعي طيار التنويري طيار واقعي كيمشي نحو المستقبل ولكن عنده مشاكل وهذا المشاكل سبب ديالها هو التردد ديال الدولة بش نكون واضحين لان لو ان الدولة بغى تحسم منذ مدة في قضايا كثيرة غادي تهيئ للحسم تهيئ العقليات ديال المجتمع للحسم ومنين كيجي الحسم كيولي طبيعي وشي كنحسوب في المنصوص القانونية دي ما كينزديواجية أو الخجل في إنتاج تلك المنصوص خسنا نرضيه الطرفين ومنين كتبغي ترضي الطرفين في القانون كيولي القانون غير قابل لتطبيق علاج كتجي تقول لي المساواة بين الجنسين وتجي بعد تقولها في إطار توابط المملكة توابط المملكة عبارة غامضة ولكن كيجي كيقول لك هو التوابط كيضر بقاح هذيك المساواة في الصفر وهذا الشي كله داخل فيما يسمى بالتأويل شكول لي عنده سلطة التأويل للنص كين أكثر من هذا أستاذ عصيد كين نصوص متقدمة كين في بعض الحالات نصوص متقدمة ولكن كين توجه قضاء تقليداني يعني هو الغالب يعني المشكيل عندنا في القضاء في المغرب هو أنه غارق في المحافظة علاش لأن تكوين دي القوضات فيه القانون الوضعي وفيه الشارعة ومنك تخرجو كيحسوا بأن هذيك الشارعة هي الهوية ديالهم أما القانون الأخرى فرنسي وهذا مشكل عويص جدا لأن القوانين الوضعية ماشي فرنسية القوانين الوضعية هي قوانين الدولة الحادثة اللي احنا فيها واللي كتسمح لنا باش نشرعوا قوانين جديدة حسب الوضعية اللي احنا فيها وكتسمح لنا نطوروا ديك القوانين منين الوضع ديالنا ما كيبقاش هو نفسه مني كيتطور يعني وش يعقل أن الواقع البشري تقلب رأسا على عاقب 180 درجة وتجي تقول لي هذ نص هو اللي خصو يبقى كي يجيري وكي يضبر هذ الواقع خير ممكن ما كيناش هذي ما كيناش ما كينش شي مستابت يقدر يأثر واقع متحرك اللي كيقول هذي ركي يكذب على الناس وغير يصدمه هو براسه وغير يصدم الناس معه فلسفة النص القانوني أصلا هي الموكبة هي هذي فلسفة القانون هي أن القانون كي يظهر من الواقع استجابة لوضع معين ومن يكي تغير ذاك الوضع كيتغير هذي الناس يجيك يقول لك نصوص قطعية شنو تي يظهر لك اليوم بالنسبة لما صارت عليك نظن بأن تابعتي الاقتراحات ديال عندنا التيارات والحيز باللي كي يبقي كي يدابز على تزويج قاصر من 15 العام يعني كي يمكنوا اقتراحات هذو ناس الغيرة ديالهم كلها موجهة لحماية النصوص ما كيهمهمش البشر ما كتهمهمش الكرامة الإنسانية لو أنهم يكونوا أدكياء كان ممكن يدون قراءة أخرى ويقولوا الدين جاء لكرامة الإنسان ويعطينا القراءة اللي كان ضمن الكرامة ولكن هما كيفكروا بطريقة مقلوبة كيجعلوا أن الدين هو الغاية والإنسان وسيلة في خدمة الدين وش البشر موجود على الأرض باش يخدم الأديان الإنسان موجود لكي يعيش بكرامة والأديان هي اللي كي نباش تمكنوا من أنه يحقق ذلك الكرامة جاء وخصنا نقرأوا الدين ديالنا ونعودوا نقرأوه دائما باستمرار باش نحققوا هذه الكرامة للإنسان كي يطمح لها وقبيلة قلت واش حنا كطيار حداتي تنويري واش حققنا شي حاجة بطبيعة الحال حققنا الكثير من الأشياء وكي يتمتعوا بيها هادوك الناس اللي كي يدخلوا معنا في صراع وكيرفضوا أفكارنا احنا ندافع عن الحريات وهم يمارسون الحريات وهم يمارسونها احنا بغينا هم يمارسوها كحقوق وكحريات وليس من صميم الوجود ديالهم كمواطنين ماشي كتجاوزات أو يجرمون في ذلك وركشت السلوك ديالهم ديالهم احنا كنعتبروا بأن في كل فترة من فترة التاريخ كنجيبوا مفاهيم جديدة ديال المستقبل وكننجحوا باش نغيروا النصوص وكانتطروف المجتمع بطريقة لا يشعروا بها المجتمع لا يشعروا بها ده بالقرار ديال الملك محمد السادس لمراجعة المدونة واش هو قرار ناتيج على الضغط ديال هذوك النف هذوك ما بغيش مراجعة بغوا النص يبقى كما هو احنا من 2007 2008 وحنا كان نقوله المدونة متجاوزة من 2007 إلى 2008 علش لأن الظهرات تغارت ديالها ما بين 2004 إلى 2008 منين جاء الدستور 2011 ولينا أصباح نصا خارج الدستور خارج الدستور وبدينك وهما ساكتين تكلموش إذن لما الملك يقرر المراجعة استجابة لمن؟ استجابة للحركات النسائية حركات الحقوقية الحركات الديمقراطية في المغرب واستجابة للخطاب التنويري والمراجعة غادي تكون غادي تكون في إطار التوازنات للدولة كتبغي تحفظ عليها لأن ما عندناش تطور بالقطائح لكوبيغ ولا لغيكتيغ ما عندناش عندنا تطور تدريجي بمنطق الأشياء وبالقوة ديالها ف يعني كتجي المكتسبات حسب الوضع اللي احنا فيه وحسب القوة أيضا للقوة الديمقراطية في بلدنا تبعنا التصريحات ديال وزير الله للسيد وهبي اللي كانت صادمة ولكن في الحقيقة في عمق الأشياء لم يقول شيئا لم يشي ما أقول نتنقل في الكثير مما قال لأننا تكلم على الأدين ولكن ربما قاله لم يقوله بالطريقة لإخصاد تقول لأن التواصل أيضا تواصل نعاتبهم على المسألة ديال التواصل الحكومي من يتكلم على الأدين من يتكلم على الأمور ديال الحرية الفرضية وقال ماشي من المعقول مقاو تابعين الناس وسط الحياة شخصية ديالهم شوف شوف جميع ما قاله وزير العدل حول مدونة الأسرة وحول القانون الجنائي والحرية الفرضية كله صواب ويصب في اتجاه يعني الدستور وفي اتجاه مسلسل الدمقراطة ديال بلدنا وأيضا يطابق منطق الواقع البشاري في جميع مجتمعات العالم هذا ناس لكي عكسه هما ناس لديل الأقنية كيعمل مسك باش كيبان بيقدم مجتمع وكيمشي حياة خراو كيحيد ذاك المسك وكيبدي يدير ذاك الشي اللي مدابز معه باش ميكونش القواني تماما لأسف هذا بحال شي واحد بغيتي تشري ليه شي كشوه ومشا عند هادك ملحانوس كيقول له غير غلي عليه راب راب غيش ريالية يعني ناس كيخدمون ضد مصلحتهم ولكن هما كيعتقدوا بأن وهما كيدفعوا على الجمود وعلى قوانين لا إنسانية ومضاد الحقوق الإنسان كيعتقدوا أنهم هاد مرسلوا وصايا المجتمع يعني المنطق باش كيفكروا هو أنهم كناس في الحياة السياسية كيخدموا الدين إذا نخصهم يخدموا الدين بهذك الطريقة المتشددة القديمة باش يزيدوا على الدولة ويزيدوا على الديمقراطية هذا شيء ما كيوصل للطبلاس وحتى هوماني ترك شفتيهم فين وصلوا في الحياة السياسية لا وصلوا في النهاية للإنهيان ذلك شيء ما نفعش اللعب بالدين خلي الدين يبقى نقي في قلوب الناس ما نبقوش اللعبوا به في السياسة لأن السياسة فيها الدهاء فيها الحنكة فيها التوازنات فيها الكولسة فيها التوافقات فيها الكولسة فيها الخداع أيضا الدين ما غدش ندخلوا في هذا الشيء ومنين كان يدخلوا فيه كيسئوا له ما كانش اللي كيسئل الدين قد اللي كيلعبه في السياسة وما كانش اللي كيسئل السياسة قد اللي بغي يخدم فيها المقدس لأن السياسة لا مجالة فيها المقدس بغينا ينهاء تزوج طفلات وتحيض هذك الاستيطناء دي السلطة قدرية القضاء بغينا المرأة يكون عندها الحق في الزواج وهي حاضنة يبقاش يزولوا لهالطفل الولاية الشرعية بغينا الولاية تكون مشتركة بين الرجوع المرأة وليك يقول لا بحل بن كيران تكون عنده الشجاع يقول المجتمع علاش تكون عنده الشجاع يقول للناس علاش ما بغيش الولاية تكون عند المرأة وراه غد يعرق وغد يحشم أنه يقولها لأن السبب أن الفقه القديم ما بغيش الولاية هو أن المرأة ما عندها عقل شخصيتها ضعيفة لا خبرة لها في الأموال ولا يجزلها مخالطة الرجال وشي قدر يقول هذا الشيء هذا الشيء ما بغيش يعطي الولاية للمرأة المرأة تخالط الرجال متفوقة في جميع المجالات عندها خبرة في الأموال عقلها ساليم وأكثر سلامة من ديال الرجل في كثير من الأحيان وبقوشة الدين في أن الولاية مخصصة تكون عند المرأة بدون ما يقدروا يذكروا الأشباب الفقية القديمة وشوفوا التنقض ثم زواج المسلمة من غير المسلم أيضا عيب أنه الرجل يمكن له يتزوج كل مرة ما يمكنه لها تزوج لأنه عود الحجر أنها عقلها ضعيف وأنها تنقاد للرجل للزوج ولهذا لا ينبغي أن تتزوج المسلمة من غير المسلمة هونا في الحقيقة العكسي صحيح لا مرأة يلي تفجر ولكن هما كيمشيوا حسب الفقه دي هذه 1200 عام ما كيمشيوا حسب المنطق العلمي والواقعي دي اليوم ثم القضية الميرات خاصة المغربة يعرفوا بأن نظام الإيرت في الإسلام عنده سياق دياله لم يبقى اليوم علش للذكر مثل حد الأنت لأن الرجل هو الذي ينفق والمرأة ما كتش كتنفق ده بل المرة كتنفق على بحال الرجل لأن الرجل يركبوا الفارس ويحملوا السيف ويقاتل ده بهذا الشي ما بقاش لأن الرجل كيعطي الصداق لأن الرجل يقاتل وحد كيعطي الصداق لحظ يعني المبررات ديال النظام الإيرت القديم ما بقاتش قائمة ولهذا القرآن كيعطينا حل من داخل المنظومة الدينية وهي الوصية إقرار شنو عملوا الفقهة بشيقضيوا على الوصية ويصدوا على القرآن اخترعوا واحد الحاديث موضوع كيقول لا وصية لوارث وبقوا كيرا وجود ضد القرآن ده بحنا بغينا الدولة ترجع العدد كبير بالنصوص اللي كتقول بالوصية الوصية الدولة غتعطي الحرية للأسرة المغربية بش تدبر أموالها كما تريد وكما ينصوا النص القرآني على ذلك أين هو المشكلة كيجيوك يقول لك الإيرت لا يعني في الإيرت وكيخلقوا واحد اللي بوع بوع باش كيخلعوا الناس خاصة في مسألة التعصيب وبنسبة للأسرة اللي كيكونوا غير البنات وبنسبة تعصيب مصيبة هم براسهم هاد المحافظين سير يشوف يشنو كيذيرو في عائلتهم وكيكتبو على الناس كل واحد كيعمل لعيبة وكي كيتحايل على نظام الإيرت باش يجيون أسخورين يقدر يكون قعمك يعرفهم ويقسموا مع بنتهم بدأوا يتحسبوا معها على الأتات ديال الدار وعلى الفرشيطة والموس فهذا غير غير معقول سينيغال بلد إفريقي يتجاوز بسنوات ضوئية لأنه أقر نظام ديال المساواة في الإيرت بجانب النظام الشرعي وقالوا لنفس اللي بغى النظام الشرعي يعتمدوا تقليدي اللي بغى المساواة بينه وليداته ها هو قانون حرية التدبير فينا هو المشكل واش دبا السينيغالية ما بقى وجد مسلمين هذا لا يمكن العين كنظن بأن تكريس الحل هو تكريس مبدأ المساواة بطريقة كلية في نصوص ديال ديال مدونة القفرة وهذا هو الحل حتى بالنسبة باش تخرج المرأة من دك سياق ديال المظلومية ما رأى عندها القوة ديال اليوم ما شغل تخرج من المظلومية الانتاجية الاقتصادية المجتمع هات ترفع هات ترفع تمام علاج لأن من السبب اللي كي يجعل الانتاجية ديال مضعيفة هو الحقراء داع المواطنين اللي محقورين الانتاجية ديال هم نقصة من يكي يحسوا بالكرمة ينتجوا أكثر إذا تصوري لعندنا 50% ولا 51% محقور كي غيكون هات القوة ديال من ترجية ديال هات البلاد رأى نقص بـ 50% واشوفي الأرقام شوفي الترتيب ديالنا في جميع المجالات رأى ترتيب مخجي لأننا كنحقرو على بعضياتنا عواض من منعطيوا الإمكانية لبعضياتنا باش ننتجوا أكثر وباش المواطنين يحسوا بالكرمة تماما إذا ندوز للفقرة نواتات ضيف ملف إسكوبار الصحراء رأيك سي أحمد عاصي في الملف أنا ما كان صراحة ما كان قبلش هاد النوع من الملفات اللي كتحاول تبين بأن المغرب كي حارب الفساد إلا بغينا نحارب الفساد ما كانش غير إسكوبار ولا هادا ولا داك خاصي واللي واحد الحرب معلنة على الفساد في الدولة ككل ونمشي واحدة نقضيه عليه لأنه من أكبر الأسباب لخلق اللي نلف في الميزانية دي للدولة وفي المال العام هو هاد النوع من المفسدين ولكن باش واحد يتعاقب أو جوج وندروا عليهم واحد لا 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 وكادة باش الناس يحسوا أنه هناك هذا ما كيجعلناش أننا مزيان بحال هاد الشي جيد ولكن خصويت عمم خصويت عمم لأننا عشنا مع الدريس البصري وحدة تجربة من هذا النوع وكانت واحد المسرحية وانتقموا من واحد المجموعة ديالي الناس وصفوا حسابات سياسية ثم كان عارفوا أنه كان فساد كبير لم ما تمسش شي لا احنا كان اعتبروا بأنه إلى المغرب عنده إرادة باش يمشي للقدام خاصنا وكانتستعمل كلمة حرب لأننا استعملنا هفل واتقاد الحركة ضمير إعلان حرب شاملة على الفساد وتكون يومية وتستمر حتى في النهاية ترجع اتقاد المواطنين في الدولة لأن من الأسباب اللي كتجعل التقى ضعيفة في المؤسسات هو انتشار الفساد العقلية في المجتمع منك تبغي تصلحها مع المواطن البسيط كيدور فيك لأنه هو براسه تشبع بهذاك الفساد كتشوف في المقاطعة كيف يمشي الناس كيف يمشي بلا ما يقول كيف يمشي وخمت لبالهم بطلبهم إنه حدلين والله تدخل في التقافة دياله وهذا هذا شيء ما شيء إيجابي بالنسبة البلاد لا بغينا ديك النهضة اللي كان حال مبيع لابد دا ما يكون ما نقضيه عن الفساد باش العجلة دي الاقتصاد تضر بشكل طبيعي وباش ما العام يمشي في المستشفيات ويمشي في التعليم ويمشي في الأمور ما يمشيش في الجيوب ديالبعض المفسدين من هو الحزب الأقرب لقناعتك وقلبك ورأيك بصفاعة ما في المشهد السياسي الحال هو في حقيقة ما كانش حزب واحد قريب الأفكار ولكن كان أحزاب كل واحد عندو شي طريفات منهم عندو شي طريف إلا أركب اسم منهم إلا أركب اسم منهم واحد الحزب باش حال ديال الناس يجيوك يقول يا شو ما بغيتش تدير السياسة ما بغيتش تعمل حزب كان نقول لهم أبي ديالي ما شي خدمة ديالي أنا لست سياسيا أنا كان نقش سياسة وكان هضرف سياسة وكان نتقد سياسة العمومية ولكن لست سياسيا بالمعنى ديال ممارسة سياسة اليومية ولأذا قدر نقول لك بأن الوضع السياسي في بلادنا مرتبط بشكل كبير بالوضع الحزبي والوضع الحزبي متظهور مصداقية ما بغيتش كتقوم بهدك الدور الكبير اللي عندها في القواني الأساسية ديالها اللي هو تأطير المواطنين وأنا كان أعتبره هو الأساس علش كنقول هذا الكلام لأننا كبرنا وإحنا عندما 14-15-16-16 عام كنا نقرأ الصحافة الحزبية وكانت أحزاب وطنية كتأطرنا ورغم أن عنا عندها أخطاء هلينكتشفوها من بعد ولكن فادتنا لأن أعطتنا نخبة ثقافية اللي استفدنا منها وعطتنا أفكار ديال الوطنية اللي استفدت منها لو ما كانتش هذيك الأحزب في ذاك الوقت فيه كنا غن تأطروا كنا غنكونوا متطرفين وليوم تأطر غائب رأي ولهذا كنتطرف أب صليمو لهذا كنتطرف خاصنا نكون وليدتنا على الأفكار كبيرة ماشي أعلن النزاعات اللي هي كيفاش غنسميه وهذه التهيج عوض منهيج الناس خاصنا نكون العقول ديالهم لأن من غنكون العقول ديالهم أولا غن يعرفوا يختاروا طرقهم في الحياة ثانيا غنكونوا مواطنين ديال الدولة وغنقدروا يساهموا فيها ولهذا كنت أعتبر أن للأسف ما كينش واحد الحزب اللي كي يصد أفكاري لكن هي أفكار متفريقة هم أشخاص ربما في الأحزاب في عدد من الأحزاب بعض المرة كان لقاش حزب عنده موقف زوين في واحد القضية ولكن كي يقفرها معي في قضية أخرى أو موقف آخر وكانت منى أنه الحياة السياسية المغربية تستعد المصداقية من خلال تقوية الأحزاب السياسية ما كان بغيش نحس أن هناك طرف في الدولة كي يعتبر بأن مصلحة السلطة يضعف الأحزاب هذا الشيء خطير لأن لم يكن ضعف الأحزاب ونزولوا له عند الدولة وعند النظام السياسي وعند الأحزاب السياسية وتكون عندنا حياة سياسية فيها منافسة حقيقية وفيها المواجهة البرامج السياسية والمفاهيم والأفكار الكبيرة ولهذا نرضو الفكر السياسة لأن السياسة والتي تعبار على عملية دي الأرقام ما حال عندك دي الكراسة ما حال صوته عليك دي الناس أكثر من ذلك ما حال عندك باش تدخل في العمليات وما حال عطيته إلى غير ذلك هذه أمور مخجلة هذه المسألة دي الإضعاف الأحزاب ربما يا أليا استعملت هاد دولة ولكن اليوم احنا تنشوفه بأنه كاين إشكالية في العام البشاري عام البشاري داخل الأحزاب كاين مشكلة ديمقراطية داخلية وكاين مشكلة دي القيادات الفاسلة ومشكلة قيادات دي الاحتكار دبا ملين شي حزب يقول لك المرأة والمرأة المرأة ثم ما كيقبلوش نهائيا أن المرأة تكون بواحد نسبة في مكتب السياسي وتكون في البرامج هذا تناقض ما يبقاوش رسولنا دمغنا على المرأة وحقوقها في الممارسة الداخلية وحتى نقول هادي شي حتى المجتمع المدني جمعيات كيقول لك المرأة والمساوات ومنك يعملوا مكتب كيطلعوها الرجال فينا هادي المساوات هادي إشكالية مجتمعية غربا احنا اليوم درت واحد الحلقة الآن نقول بأنهم لي كتكون شكاية في القضاء اللي حطها راجل ماشي هي مرأة المظلومة ما كيش نفس توجه ما كيش نفس وعدي مسألة خطيرة والتربية تتبدأ من هاد الأمور من النصص القانونية ومن تطبيقها القضائية رأني لفتل انتباه الأحكام قضائية مؤخرا يعني مهزلة حقيقية أحكام قضائية كيصدروها قوضات مغاربات ضد النساء لصالح رجال مهازل حقيقية واش عمرك شتي القاضي اللي كيحكم للراجل باش يتزوج بمرأة تانية لأن مرأته الأولى لا تليده إلا البانات وعلميا معروفة أن الرجل هو اللي مسؤول على الجنس على الجنس مولوده لإكثار المرأة يعني يتزوج حتى بمئة مرأة هتوضغي بمنات وهذا حكم قضائي ودينة سكار واحد مخرج حكم قضائي للراجل باش يزول طفل المرأة ما القوع لها والو ما تزوجت ما هي فاسدة إنسانا مزينا قوع السنة لا ما القوع ما القوع لها والو فالأخر خرج له الحكم نظرا لأنها خرجت في السادسة مساء ترتدي لباسا عصرية واشترت عطرا مثلا ودبا غير هذا حكم قضائي في 2013 كان أكثر من هذا وستد عصيد في اقتصابات استغلالة جنسية التي يرفض اليوم للمجتمع وللقضاء أنه ينظر لها كاستغلال جنسية أماشي بعض البحر كينها شاشة كينها للأسف أزمة الماء وصلنا لها أزمة الماء وصلنا لها ماشي فقط دورة طبيعية دي الجفف بل أيضا سوء التدبير دي الموارد طبيعية وإحنا يللحطها في المعادة الأيام برأسنا الأمازيغية اللي هي كتبعت رسالة فلاحية إلى العالم لأن الجوهر دي الرأسنا الأمازيغ هو سنة فلاحية شو كتقول هذه الرسالة كتقول لك أن الأجداد دي لنا الفلاحة كان عندهم واحد الحكمة عظيمة في تدبير الموارد طبيعية بما فيها الماء وعندهم أعراف قوانين عرفية دي لتدبير المياه نادرة لما كيكون قليل كيضبره بوحد طريقة عمرهم كيبقوا رسوم خاصهم الماء هذه الحكمة خاصة اليوم تكون عند المغاربة وضيعنا لكثير من الماء بسبب أنه واحد مخبة بغاية تتغنى على حساب الأرض وعلى حساب الأغلبية وعملنا مخططات فلاحية للأسف محترماتش الموارد لا محترماتش للأسف بل فكرت فقط أنها تدخل الفلوس هذا الشخصي تغير والآن من الضروري ترشيد سياسة في لاحية المغرب ولكن أيضا ترشيد الوعي للمواطنين كنشوف واحد العدد الأوراش كي تعملوا بما فيها تحلية المياه للبحر ولكن كنتمنى أن ذيك ما يبقاش بحال هذه المشاريع مديورة فقط لأن هناك مناجم في مناطق معينة سنوصلوا لها الماء أو هناك فيلاح هذه التصدير سنوصلوا لها الماء نفكروا شوي أيضا في أن هناك جهات فيها السكان مهمة ومنسيون لأنهم يعيشوا بكرمة ومتراجعوا على ذيك السياسة ذي التمر المجهول وذي الدلح وذي اللفوكا اللي هي كلها كانت سياسة لصالح طبقة للناس وما كانتش أبدا لصالح المواطنين ونساهمت في الهجرة الكتيفة نحو المدن وخوات مناطق بكاملها اللي أولت قاحلة بينما كانوا فيها عيون بيلمة عمرها ما منشفات مدة قرون طويلة حتى جهد النوع دي السياسة للأسف التكفير وشيطنة الآخر بجميع الوثائل لا هذا أسلوب ديال الضعفة وأسلوب ديال الناس اللي عندهم جهل كبير كنقول الجهل ماشي الأمية لأن نرى كين لواخد جوج ديال الدكتورة ولكنه جاهل وكيستعمل تكفير علاش؟ لأن هادوك الجوج ديال الدكتورة ما أعطوهش الإمكانية أنه يستعمل عقله بشكل ساليم باش يبرهن على أفكاره وكيستعمل تكفير والعنف والسبب علاش عاجز عقليا لأن الدكتورة الإخداء ما تكوننش بها الشخصية دياله هو مجرد امتحانات تقنية في مجموعة من المعلومات تقنية كيحصدها وكيمشي دوز امتحان وكياخد دكتورة دياله ولو كده باكي ديروا دكتورة كيألفوها بشكل يعتبر مهزلة حقيقية كيقول لي دكتور ولكن ميك تسمعوك يتكلم راه لا يمكن تقول لي أنه كان في شيء مدرسه شيء نهار إذا نحن أمام هاد الظواهر دابا جديدة ديال الجهل اللي كي يلجأ المثل هاد الأسالي أنني كان كفر فولانا ليش؟ باش نحرض عليه الغوغاء ونحرض عليه العامة لأنني ما نقدرش نخاطبه كما تخاطبه النخبة النخبة ما نقدرش وكيف ما ولهذا كان نحرض عليه كيف ما قلنا ففاش كنت نتكلمه قبل ما يبدأ البرنامج كين أشخاص لأسف لهم تيعرفوا بأن المعلومات يتمروها خطئة لا هادونا كنا أعتبرهم أسوأ أنواع البشر دابا عندنا نوع من اليوتيوبر اللي ما يمكنش يتسمى وبعدها صحفي اللي كان سبعة بعض كيخلطوا الناس واحد يوتيوبر كيقولوا له إعلامي لا هيت كيعطيوهم البطاقة وما تعطيوش لا إلا كنت عنده البطاقة يعمل عمل بالمهنة بقواعدها ولكن منهم كيخرق جميع القواعد الأخلاقية دي الإعلام كيوتيوبر فأسوأ ما كيقوموا بهذا الناس هو لما كيكونوا عارفين أن المعلومات اللي كيدوزوها لناس غير صحيحة وكيقولها رغم ذلك باش يرضي الناس اللي أبوني عنده واللي يقولهم ذاك شي اللي يبغى ما بقادش الحقيقة هي الغاية ولا يرضى المتابعين وهنا جدت هذا المصطلح الفاسد دي المؤتيرين شنو المؤتيرون المؤتير هو اللي كي اضطر في الدولة في اتجاه دمقرطة هو اللي كي اضطر في الوعي ذي الناس باش يحترموا بعضياتهم ويحترموا الكرامة الإنسانية هذا هو التأثير هو اللي كي اضطر في القوانين كيف كان عملوا لما كان بغيوا نعدلوا مدوانة القصران رجعوا قانون الجنائي هذا هو هؤلاء هم المؤتيرون لما كتستدعيك لجناد نموذج نمووي وكتمشي وكتقدمي هذا هو التأثير أفكار ديالك وكيدخلوها في النص هذا هو التأثير ده بالمؤتيرون صبحوه ماش حال عندك دياللي زابوني فأنت مؤتير يواوي لكنتك تخرب البلد هذا تأثير واحد نزل من الكاميون ديالو وبدك يتشنج بطريقة كيشتح زيما بطريقة هستيرية وصل ل 17 مليون لأنه كيشتح بطريقة حمقى صبح مؤتير وكنشوف قناة التلفزية ديال الدولة جايباها لأنه نموذج ديال النجاح وفين غنوصله بجي تقلبت للمعايير والموازين للأسر نادي ما لك نزل قلوها العادة ديال المتابعين يعني شيئا شخون هده اللي متابعك وشخون هده اللي شنه هو الدور اللي كتلعب كأعلامي أو كيوتيبر أو ك ممكن ستستقبلك طبعا ناس عصيد وما تكلموش على الحركة الأمازيغية فين وصلات حركة الأمازيغية تقريبا مطالب ديالها كلها استجبت لهذه الدولة لأنها مطالب ديمقراطية ما كدر بتاشي حد ما كدر بحقوق ديبتاشي حد ولهذا نجحنا وكان عندنا خطاب اللي استعملنا فيه العلوم الإجسانية الليسانيات الأنطروبولوجيا الأركيولوجيا التاريخ القانون العلوم السياسي على آخره وكانت عندنا مرجعية الحقوقية الدولية اللي اعتمدنا على الاتفاقيات والعهود ديالها وكانت الدولة وقلنا عن النخب ديالنا الحزبية والطبقة المتقفة ونسبة كبيرة من الجمهور ولكن المشكلة الآن اللي كان عند الحركة الأمازيغ وهو التفعيل ديالهاد الشيء كامل كتعرفي أنه ما يكفيش أنك يتوصلي تصويب النص القانوني كيف بغيته تقدري تصويبه كيف بغيته مع الدولة لأنه عندك الحق ولكن يقدر تدوز عشر سنين وما يتفاعد وهنا عندنا مشكلة هذا عطب كبير في الدولة المغربية يخصها يخص المسؤولين يسمعونها والبرلمانيون والوزراء تفعيل أراه القانون الجيد إلى ما كيتفعلش أراه لا قيمة تلعب ولا يساهموا في تطور البلد ديالنا والمواطنون لما كيشوفوا الدولة كالدير قوانين جيدة كتجودها ولكن ما كتطبقهاش كيفقدوا التقاء في المؤسسات هذا كيساهم فقدا تقاء في المؤسسات ولهذا الحركة الأمازيغية اليوم ملزمة أنها تعمل شراكة مع الحكومة في الأوراش الكبيرة دي الأمازيغية لأن عندها نخبة جيدة وعندها شباب وكتشوفي الآن أن التعليم دي الأمازيغية متعطر بسبب النقص دي الموارد البشرية طيب عندنا خرجون عطلون عندنا نس تخرجون من شعبة الدراسات الأمازيغية من الجامعة قرأوا اللسانيات والنحو والصرف وغلسين والوزارة كتقول عندنا خصص المدرسين وشهده يعقل كيفاش عندنا خرجون من شعبة اللي محتاجة لها الوزارة ومن هس اليوم في الواقع في الواقع كتقول عندنا الخصص بالخطاب لا خصنا نخدمه الشباب ولهذا هذه الأدوار الجدلة للحركة الأمازيغية الآن كانت تقدير البيانات كانت تقدير الاحتجاجات دابة حققنا ترافوع ديالنا جاب المكتسبات ولكنها ما زال ما نفعلاش خصنا نعودوا نترافعوا من أجل التفعيل ونمشيوا في الاتجاه ديال شراكة مع المؤسسات باش باش الأوتور ديالنا تعطي الخبرة ديالها في هاد في هاد الأوراش ونوصلوا الواحد الناتجة اللي الغاية شنا هي هو أن الموارط المغربي ما يبقى تشيء واحد يحس بأنه محقور احنا كبرنا في الحجرة كان نشوفوا اللغة العربية في المدرسة كان نشوفوا الفرنسية وانجليزية ولكن اللغة ديالنا اللي تكلمناها حتى السن ديال سنين ما كينفتشي مؤسسة كان نشوفوا بالحجرة زائد عنا مواطنين اخرين كده حكوا علينا كلها اللغة ديالك مش لغة أصلا شكو اللي خلقت العنصرية خلقتها الدولة لأن الدولة لما ما كتساويش بين أوليدتها كيقول لي شي كيضحك على شي كان تخلق العنصرية دابع سوينا المشكل ولكن خصنا نفعله باش نوصلوا بالمواطن المغربي إلى مستوى التوازن العقلي والنفسي ديال الانتماء إلى المغرب المتعدد لابعتناص أهمارك بليوغيان يك اللي هو فيه مكونات حسي يشعروا المغربة كلها بأنها عندها نفس القيمة هو هو ما يصنعوا الاستثناء المغربي أحب من أحب وكره من كاي خصنا نجحوه نجحوه باش نوصلوا لهذا المواطن ما نقاوش نشوفه في الفيسبوك باقي ناس كي يعني تدبزوا بيناتهم على أمور اللي هي دستورية بتحلات في 2011 وهو ما بقينوا بدبزين شنو سبب استمرار الصراع حول الهوية رغم أنها تحسماته دستورية هو عدم تفعيل هذا هو الحديث معك شيق وصلنا لنهاية الحلقة وطبعا احنا أخذينا العدف برنامج نقطة نظام أننا كان منحو واحد الهدية الله يخليك هي صورة فيها توقيع الإكسبرس أتمنى أنها تعجبك اخذينا الحرية اخذينا الحرية في اختيار الصورة شكرا 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 أخصي متتبعي الكرام أتمنى أن تكونوا استمتعتم كما استمتعتم شخصيا في هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة